موسيقى 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 أهلا عزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله فعلا اليوم تختبر هذا النور العجيب وعلى فكرة اليوم حديثنا عن طبعا يعني من الظلمة إلى النور وهذا الاستلاح بتسمعوا دايما لأشخاص اتغيرت حياتهم وحصلوا على اختبار التجديد والولادة الروحية من خلال الرب يسوع المسيح من خلال عمل الروح القدس في القلب والكيان وأصبحوا خليقة جديدة يتمتعون بحضور الله ويتمتعوا طبعا بعناية وبركة الرب في حياتهم أنا أدعوكم في هذه الحلقة حتى يعني مع بعض نشوف شو هذا الاستلاح بيعني لكل مشاهد لأن أحيانا منسمع الاستلاح لكن من غير التعريف ومن غير الشرح عن هذا الموضوع فبكل سرور رح نلقي الضوء في هذه الحلقة عن هذا الموضوع المهم إذا عندك أي مداخلة أي سؤال أي استفسار بعد شوية رح نفتح الخطوط الهاتف ومنحب نسمع آراءك وتعليقاتك أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة 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 اهلا أعزائي المشاهدين مرتاني بحب أرحب بكم في هذه الحلقة بعنوان من الظلمة إلى النور وهذه العبارة عادة منسمعها لأشخاص اتغيرت حياتهم تغييرا كاملا تغيير جذري في حياتهم يعني تحولوا 180 درجة من سلطان الشيطان من العمى الروحي من الظلمة من الجهل الروحي إلى معرفة واختبار وحياة يسوع المسيح له كل المجد في البداية خليني اقول بكل صراحة الموضوع هو ليس بين شخص او شخص وليس الموضوع هو بين ديانة وديانة من الديانة التي ستربح ولا حتى الموضوع هو بين الله والشيطان فحاشى لنا أن نقارن الشيطان طبعا بالله الحي فالشيطان مخلوق طبعا ملاك ساقط وكل غرض الشيطان هو أن يعمي الأبصار يعمي الأذهان ويقيد حياة الناس ويقيد النفوس بأغلال وأصفاد وقيود العبودية وغرض الشيطان أحبائي كما يقول عنه الكتاب المقدس أنه المدمر أنه المهلك وأن الصارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فغرض الشيطان أن يسلب أن يسرق على فكرة الكلمة الأصلية بتعني الإرهاب الغرض بتاع الإرهاب هو القتل والسرقة والتدمير وهذا طبعا من عمل أولاد الشيطان الكتاب المقدس يصف الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء فيريد أن يدمر مخططات وسبل الله المستقيمة لكن نشكر الرب مكتوب عن يسوع المسيح ابن الله كلمة الله الحي أنه جاء لينقض أي ليدمر أعمال الشيطان فمن أول الخليقة وأول جملة قالها الله وقال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة فإذن الظلمة هي غياب النور وكل ظلمة هذا العالم لا يمكن أن تؤثر على شمعة واحدة مضيئة مهما كانت ضعيفة فالنور يؤثر والنور يعكس والنور يبدد الظلام وهذا طبعا ما عمل الله في الخليقة من اللحظة الأولى فاصلة بين الظلمة والنور وهذا أحبائي لما بيتكلم بالعهد الجديد بيتكلم عن شخصية يسوع المسيح يقول الكتاب أن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه أي في المسيح يسوع فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فلاحظ هذا الموضوع في مجيء المسيح اللي هو نور العالم أو كما قال المسيح عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة إن هذا النور إخوتي وأخواتي نور الهداية إنه نور الخلاص وإنه نور عمل الله من خلال عمل الروح القدس إنه نور كلمة الله التي تستع في الحياة والكيان فتبدد كل الظلمة فإذا موضوع النور والظلمة من بداية الأيام دايماً نشوف هذه الحرب الروحية الحرب بين مملكة الظلمة وبين مملكة النور المتمثلة بأولاد النور وأعود وأكرر هنا ليس مجرد صراع بين ديانة وديانة مع أنه كأنه يبدو هكذا لكن هو صراع بين الخير والشر صراع بين الظلمة والنور صراع بين المسيح وكل أجناد الشر الروحية صراع المؤمن مع غير المؤمن أقصد المؤمن اللي اختبر يسوع المسيح فهذه الشهادة أحبائي إذا كان في مسيحيين إسميين تغيرت حياتهم يقولوا هذه العبارة أنا انتقلت من الظلمة إلى نور وإذا كان أي شخص بيتبع أي ديانة أخرى يقول أنا تحولت من الظلمة إلى نور أي أنه قبل نور المسيح الذي كشف قلبه وحياته وهذا النور قاده إلى شخصه المبارك أي إلى يسوع المسيح فهذا النور أحبائي في نبوات في العهد القديم بتتنبأ عن مجيء المسيح أي المسيح وواحدة من خصائص المسيح هو أن يفتح العيون ولاحظ أن المسيح فعلا كان عنده هذه الخصائص فالمسيح خلق عينان جديدتان لمولود أعمى عند منطقة الهيكل وعندما طبعا يعني الشيء اللي عمله التفل وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوان وفعلا لما اغتسل رجع أتى بصيرا وكان في صراع كبير في إصحاح تسعة من إنجيل يحنى يسوعا بيتجادل مع المتدينين اليهود مع فئة تسمى الفرسيين يعني اللي حافظين كل الشريعة وفي نهاية الإصحاح سألوا يسوع المسيح بتقصد أنت ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع المسيح وقال لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية فلاحظ أحبائي من خلال كلمات يسوع المسيح في عيون جسدية مفتوحة لكنها لا تبصر يعني روحية لا تبصر يسوع المسيح وفي عيون عمياء ضرير لكنه يبصر نور المسيح فهذا الاختبار اختبار نور المسيح في حياة الإنسان تجعل خليقة جديدة تجعل منه إنسان جديد وتجعل منه إنسان روحي له حياة أبدية فإنها دعوة للنور دعوة ليسوع المسيح ويسوع هو الذي يبدد هذه الظلمة إخوتي وأخواتي إن النبوات التي تتكلم عن نور المسيح هي نبوات عديدة سواء في شعياء إصحاح 29 بيتكلم عن فتح العمي سواء في شعياء 35 حينئذ تتفتح عيون العمي وإصحاح 61 يتكلم عن مجيء المسيح وللعمي بالبصر نفس الآية اللي اقتبسها يسوع المسيح في مجمع الناصرة بيتكلم عن نوعية خدمت وأنه جاء المسيح ليفتح العيون ولاحظ ما في أي معجزة في العهد القديم فيها فتح عيون لكن هذه المعجزة هي من مواصفات ومن مميزات ومن خصائص فقط المسيح له كل المجد الذي يفتح العيون لأن فتح العيون لها دلالة روحية لها عمل روحي عميق في القلب وفتح العيون إخوتي وأخواتي هي بكل بساطة هي طرد الزلمة والعمى الروحي والجهل من تحت سلطان الشيطان خليني أقرأ آية طبعا مسكورة في سفر أعمال الرسل وهي الآية اقتبسها بولوس الرسول لما كان بيتكلم مع الملك أغرباس أو هيرودوس أغرباس الثاني من آية 15 فقلتو أنا من أنت يا سيد فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده وهم بيتكلم عن شاول الترصوص اللي هو بولوس الرسول كان بيتطهد الكنيسة وكان بيقاوم عمل الرب وكان بجر المسيحيين إلى السجون وبيتطهدهم وقتل اللي منهم استفانوس يعني كان راضي بقتل استفانوس فهذا الشاول رايح لدماش وعلى الطريق التقى الرب يسوع المسيح المقام فالمسيح بيكلمه شاول شاول لماذا تضطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس والمنخس هو زي وشك زي إبري حادة بيستخدموها مع الخيل أو الحمير حتى تسرع أكتر وحتى الديريكشن توجه الاتجاه تبع الحيوان يكون فكأنه بقول لا شاول أنت يعني كمان بيدرب في إبري في آلي حادة أنت لما بتضرب آلي حادة أنت رايح تجرح نفسك وهذا كل من يضطهد الكنيسة ويضطهد المؤمنين المسيحيين صعب عليك أن ترفس مناخس فقلت أنا من أنت يا سيد فقال أنا يسوع الذي أنت تضطهده ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأن تخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لاحظ الكلام لتفتح عيونهم كي يرجع من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين أي ما حدث مع شاول الترصوص هو أصبح رسالة وإرسالية بورس الرسول هو بكل بساطة قم على رجليك لأن من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب يعني من اليهود ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم شو كانت الإرسالية بكل بساطة لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى النور من سلطان الشيطان إلى الله فإذن الظلمة والجهل والعمى والخطية وعدم الخلاص هي محطوطة في مترادفات لتحت سلطان الشيطان يعني هذا هو عمل الرب يسوع المسيح مسكور أحبائي الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته أي إلى يسوع المسيح لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها وهذا أنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور ولنسلك بلاياقة كما في النهار إخوتي وأخواتي هون بيتكلم عن السلوك بالنور وعن توبيخ الأعمال المظلمة لأنه إحنا نلنا الفداء بيسوع المسيح وفعلا لأنه كما يقول في أفسوس لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب أسلكوا كأولاد النور فعلا إنه نور الخلاص الذي يخلص الإنسان إنه نور المعرفة إنه نور الكلمة إخوتي وأخواتي لاحظ المقارنة اللي بيحكي عنها الرسول بولوس في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنتوس الإصحاح الإصحاح الرابع رسالته الثانية إلى أهل كورنتوس الإصحاح الرابع ولاحظ شو بقول في آية ثلاثة ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين ليه الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله ألاحظ شو بكمل في نفس الآية بقول فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح يعني عندما تنظر إلى وجه يسوع المسيح يشرق بنوره على حياتك وهذا ما فعل الرب طبعا مثل ما شفنا عدة آيات ألا نشترك بأعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحارف فعلا نوبخها لأن المسيح هو نور العالم وهو نور المؤمن أيضا لاحظ لما لما كان يحنى المعمدان معتقل في السجن أرسل وراء المسيح وسأل أأنت هو يعني أنت هو المسيح ولا نستنى واحد تاني أجاب يسوع وقال اذهبا واخبرا يحنى بما تنظراني وتسمعاني العمي يبصرون والعرج يمشون وهكذا أول جملة ذكرها الرب يسوع المسيح العمي يبصرون وأنا بصلي أحبائي هذا الجواب طبعا كان دليل أنه يثبت ليحنى المعمدان أنه يسوع هو المسيح وأنه المسيح هو فقط الذي مش بس بيخلق ويقيم الموت ويطهر البرص ويخرج الشياطين ويصنع آيات بينات ومعجزات خارقات لكن المسيح هو الذي يخلص هو الذي يحرر وهو الذي يفتح عيون العمي يفتح عيون العمي هذا ما فعله يسوع المسيح إخوتي وأخواتي أنا بصلي اليوم بنعمة الرب أنه فعلا إذا في غشاوي إذا في تساؤل في شكوك الرب يبدد كل هذه الشكوك وفعلا الله ينير الذهن مستنيرة عيون أذهانكم ويفتح العنين الروحية وأن لا تظلم قلوبنا كما فعل سائر الأمم قبلا بل أن يشرق بنوره في حياتنا فتتبدت كل ظلمة وتتغير حياتنا ونصبح مؤمنين بالرب يسوع المسيح أنا برحب بتساؤلاتك وبرحب طبعا في تعليقاتك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أهلا أعزائي المشاهدين مرة تانية اليوم حديثنا عن من الظلمة إلى النور وأريد أن أشهد أنه آلاف وعشرات الآلاف من كل الخلفيات من كل الجنسيات مسيحيين اسميين مسيحيين اللي ولدوا مسيحيين لكن كل حياتهم بعدين عن المسيح ملحدين من خلفيات مختلفة من الصين واليابان والهند من الهندوس من البوذيين من المسلمين وكل واحد اختبر المسيح دايما يكرر هذه العبارة أنا انتقلت من الظلمة إلى النور أنا اتحولت من الموت إلى الحياة الحياة الأبدية وهذا ما فعله الرب يسوع المسيح وذكرت أن العمى الروحي هو تحت سلطان الشيطان هو الجهل وعدم المعرفة هو بتتكلم عن الشخص الغير مخلص من خلال عمل المسيح الكامل بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات وطبعا عنده ظلمي وعنده عمى روحي وأنا بصلي اليوم لما كان يعني متل الأعمى اللي كان في أريحة كان أعمى وسمع أن يسوع مارر في المنطقة في منطقة أريحة وصرخ يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني وقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال له يا سيد أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد ويمكن أنت اليوم محتاج أنه فعلا أنه الرب يردلك البصيرة الروحية يمكن عندك شكوك عندك تساؤلات لكن انظر إلى هوية يسوع شوفه طلع بصراحة خلينا نكون صراحين مع بعض في شخصية مثل المسيح مين في شخص كامل قل لي بلاش الكذب الكتب كلها موجودة قل لي مين في شخص كامل مثل المسيح قل لي مين بصراحة ما بالك أن المسيح ما فيش مثله لا مثيلة له متميز متفرد طب سؤال تاني في شخص علم تعاليم فائقة مثل المسيح ما تقول ليش اقتباسات من هون وأغلبها خرافات في شخص صنع معجزات مثل المسيح سمعت واحد بفتح عيون بخلق بيغفر خطايا يقيم الموتة يعطي النفس الإبراء والإحياء أيضا بصراحة مين فما فيك تيجي تذكر كلمة سريعة من غير ما تبحث مين هذا الشخص اللي بنتكلم عنه طب إذا بدي أتبع شخص مين أتبع بصراحة قل لي خليها بناتنا مين داك تتبع مين مين في شخص كامل تتبعه شخص نقي طاهر مسالم محب غفر للأعداء مثال كامل لإلنا مين تتبع بصراحة هذا الشخص الذي يفتح العيون وهو الشخص الذي يرد البصر والبصرة اسمع ما يقول كتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يعني كلمة الله اللي هو بيعلن الذات الإلهية ما تقولش ابن الله فيش مسيحي بيؤمن في التناسل الجسدي فإذا انت كتابك بيحكي بيحكي عن موضوع تاني مش عن الكتاب المسيحيين لأنه بيحث كل الكتب أنه ترجع للكتاب المقدس فإذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم طب ما الناس تعبت من الأنبياء كل الأنبياء هكذا يقول الرب ارجع للرب وكله يعني كلام لكن مين المخلص ما فيش حد اللي ييجي يضع نفسه من أجل البشر ويخلص البشر وشخص يكون كامل كامل ما فيش عيوب على حياته شخص طاهر شخص نقي بعدين شو بقول وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة هاي في آية 19 من إنجيل يوحن صحاح 3 في آية 20 لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة إخوتي وأخواتي هذا هو يسوع المسيح اللي عنده القدرة يفك من الأعمال السحرية يحول اللعن لبركة اللي يطرد الشياطين اللي يفتح العيون اللي يقيم الموتى روحياً وجسدياً هو ما تغيرش بعده حاضر وبيصنع معجزة معاك اللي هي أعظم معجزة معجزة خلاص إنه بيكتب اسمك اليوم في سفر الحياة عاوز اسمك اليوم يكون مكتوب في سفر الحياة إذا عاوز ارفع إيدك للرب قل له يا رب أنا اليوم عاوز الحياة الأبدية آمين في اسم الرب يسوع المسيح خليني أخد بعض المكالمات خليني أخد المكالمة الأولى من من أبو مهند المكالمة الأولى من أبو مهند أبو مهند أهله سهلت معانا على الهوى طيب في خطأ فني خليني أرجع بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا اعزائي المشاهدين برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة حديثنا طبعا عن موضوع من الظلمة الى النور وصلاة من كل قلبي فعلا في هذه الحلقة اليوم ناس تنتقل من الظلمة من الجهل من العمى الروحي من عدم المعرفة لانه ابليس بيعمل ابصار الى هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين صلي هيك الرب يفتح عنيك اليوم حتى تشوف بركة وخلاص يسوع المسيح دعونا اخذ بعض المكالمات ده اخذ المكالمة الاولى من ابو مهند من الاردن اهلا وسهلا ابو مهند انت معانا على الهوى تحية محبة اهلا ابو مهند يا اخي الحبيب نزار شهين يا هلا ابو مهند تفضل ابو مهند تفضل اذا تصرب على قبر الوزنات التي منحها يا الله الكاهن يكون نورا اذا عرف انه ابو النفوس ومرشدها وقام بوظيفته بكل امانة الكاتب يكون نورا ايه ابو مهند الصوت عم بروح من فضلك اه وضح الكلام اكتر شوي المعلم والمعلمة يكونان نورا اذا كانت روحهما تتيل مع الكلمات التي يلقنانها للتناميد وفي كل حركة تصدر منهما امامهم التاجر يكون نورا اذا كان امينا في معاملته الغني يكون نورا اذا شاء يبذل في سبيل الله جزءا مما اعطاه الله الصانع يكون نورا اذا قام بواجبه قياما مشكورا وخطصا للمشاريع الخيرية ولو في التيل ارمى ولو في التيل ارمى كلمة اخيرة تقول اذا كان الظلاما فيكم نورا فيكم فالظلاما كم يكون وشكرا شكرا شكرا ابو مهند الرب يباركك وطبعا بكرر كمان كلام المسيح الذي قال انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل فيروا اعمالكم الحسنة ويمجد اباكم الذي في السموات خليني اخد كمان مكالمة الاخت نهال اهلا وسهلا اخت نهال بفضل انت معانا على اوه اهلا بحضرتك بشكر حضرتك جدا على برنامجة الجميل اللي في كل مرة بيدفي السنارة جديدة في موضوع جديد بالنسبة لعنوان الحلقة النهاردة من الظلمة للنور حضرتك وضحت الفرق الشاسع ما بين البطر والبصيرة وفعلا ممكن يكون الواحد عنده بصر لكن البصيرة الداخلية منعدمة والعكس صحيح ممكن يكون دريرا يعني بلا بصر لكن عنده بصيرة رائعة واصلي ان كل واحد من المشاهدين بعد شرح حضرتك يكون عنده بصر وبصيرة لكن لو تسمح لي عندي سؤال شائق شوية لو عكست عنوان البرنامج وقلت بدل من الظلمة للنور هقول من النور للظلمة بمعنى لو عندي واحدة صحبتي كانت مولودة في النور او على حد قولها انها مؤمنة بالسيد المسيح لكن للأسف حبت شخصا من دين اخر وتزوجت بين وضحت بدينها ولما حبيت اكلمها قالت لي مين قالك ان انا بعت السيد المسيح ده هو في قلبي ومازال في قلبي فهل هذا مقبولا عايزة اعرف رأي حضرتك كتابية ورب الله الكتاب المقدس يا اخت نهال اول شي شكرا جزيلا الكتاب واضح عدم التزاوج بين المؤمن الحقيقي وغير المؤمن لا تكونوا تحت نيرا مع غير المؤمنين وبعدين شوفي انا اسهل انه واحدة او واحد بحب واحدة او واحدة بتحب شخص وبيتجوزوا عشان بحبوا بعد ما اختلفناش لكن تبتدئ التبريرات الدينية لانه المسيح اللي في القلب بينعكس على الخارج والسؤال مش بس اليوم يعني لما تزوجت هل هو زواج مسيحي ام زواج مثلا بالديان الشخص اللي تزوجته يمكن تبتقص ده عن شخص مسلم طيب اذا زواج مسيحي هل فعلا صار مسيحي اسمي ولا مسيحي فعلي يعني يؤمن في المسيح ويؤمن بالعقيدة المسحية احنا بنؤمن انه المسيح مات على الصليب وانه المسيح هو المخلص الوحيد والطريق الوحيد الى الاب فهذه اسئلة كتير كتير مهمة نسألها فما في تبريرات لكل واحد ببيع المسيح وبخون المسيح وبينكر المسيح نعطيها نعطيها آسف نعطيها تبريرات واعذار واهية لكن بسبب هذا احبائي انه هاي مش المسيحي الناس اللي بتتكلم بكل جرأة عن المسيح وما بتستحب يسوع المسيح لانه اصلا ما فيش اشي يعني انه اخجل فيه بيسوع المسيح لكن قولي على اي نبي بعملك ليست كامل من الخطايا اللي بيرتكبها ومن الشنائع والفجور والفظائع اللي بيرتكبها انبياء في البعض تاب والبعض ما تاب الى الرب لكن يسوع المسيح كامل فازاي كيف حتى يعني حتى لو اختلفنا عقاديا كيف انا ارفض شخص كامل واقارنه اقارنه بمين هذا اقارنه بمين مين اي شخصية في الوجود طيب قولنا افلطون يمكن عنده اخلاقيات ارستو افلطون بيحكوا عن بوزة نوعا ما عنده اخلاقيات طب مين هدولا يعني مثل نملة امام مثلا جبل شاهق اسف يعني انا بتكلم بكل احترام لاي شخص بشاهد لكن لما بتدرس حياة يسوع فيش خطيه واحدة شخص كامل لم يسرق لم يقتل لم يزني لم يطمع لم يعني يأخذ بالقوة يعني كل حياته غفران ومسامحة ومحبة وهي رسالته وهي ارساليته فاذا هاي هي رسالة النور امام الظلمة فازاي يعني يعني انا بركز مرة تانية اخت نهال لصديقتك يعني انا متأسف هي بدها تحب واحد وتتزوج هي ما حد بيجبرها ما حد بيجبرها بس خلي بالك انه المسيحيين ممكن ناسي تقول انا مش عاوز انا بده اترك الدين تبعي بس هل اذا هو كان مسلم مستعد يترك دينه مشانه هي بيصير هون في حد الردة الموت القتل يعني قطع الاعناق فاذا فكر شوي بقراراتك فاذا احنا نشكر الله من اجل الحرية ما في حد بيغصبك ولا بيجبرك على اي شي هاي احنا منقدم رسالة الخلاص انت حر بس انا بقولك المسيح اللي انا بتكلم عنه ما فيش متله والدليل اقرأ اسمع ليش فلان وفلان وفلان تخد لأي من هنا تحطها بأي تاني اقرأ اقرأ سيرة حياة يسوع وشوف هذا الشخص الرائع غصبا عنك لازم تحبه هاي كلام اخت مسلم قالت له انا لازم قالت له لازم اقع في حب هذا الشخص اللي حررني واللي غير حياتي مفيش يعني مفيش يعني لو اردت ان تكرهه لو اقعت في حبه مستحيل المسيح لازم تقع في حبه مفيش متله هو يسوع المسيح خليني اخد كمان مكالمة من من الولايات المتحدي تفضل اتماعي على الهواء طيب راحت المكالمة يعني انا مرة تاني بدي اقول انه الله محبه وبحب كل انسان والرسالة اللي احنا نحكيها رسالة نور ولما مثلا منقول المسيح مفيش متله مش مجرد احنا منقول المسيح اشرف خلق الله وخلاص احنا منقول للأسباب التالية واحد اتنين تلاتي اربعة خمسة بتشوف المواقف بتاعته بتشوف المعجزات بتاعته التعليم بتاعته الاخلاقيات بتاعته الفكر بتاعه هذا اللي بخليك تحكي عن يسوع المسيح مش مجرد كلام كيف تعامل مع الاعمى كيف تعامل مع الزانية كيف تعامل مع اللي مش من نفس العرق سامرية كيف تعامل مع الاعداء كيف وكيف وكيف لما انت بتطلع على يسوع تقول واو فعلا هو النور وانا عاوز اسير مثل ما قال سيروا في هذا النور ما دام الوقت يعني موجود فاحنا نسير بنور المسيح خلينا اجرب اخد كمان مكالمي انت معي على الهواء تفضل اهلا وسهلا 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 تفضل هل السيد المسيح إيش؟ أنا آسف أخوي ممكن من فضلك يعني توضح سؤالك من فضلك مش عم بسمعك تجرب تعيد كمان مرة السؤال أنا مش عاوز أخسر مكالمتك من كل قلبي حابب أسمع سؤالك تفضل طيب أنا آسف من فضلك ارجع كمان مرة لأنني بدأ أرد على سؤالك فارجع كمان مرة أخوي من السودان اتصل مرة تانية خليني أخد مكالمة أهلا وسهلا مين مع الخط؟ مريم من فلسطين أهلا أهلا أختي مريم أهلا وسهلا فيك أهلين تفضلي أخت مريم أنا معاك آه نعم أفوض على الخط نفسي آآ أنت معاي مع الأخ نزار على الهوى مباشرة آآ 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 مصل خير مصل خيرات أهلا وسهلا سلام المسيح إليك آآ سلام المسيح إليك أخ نزار سلام المسيح أهلا وسهلا أخت مريم آآ 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 آ� أخت مريم أنا آسف مش عم بسمعك كمان مرة من فضلك نعم ما سمعتك يا أخت مريم من فضلك كرر السؤال كمان مرة لا مش سؤال أنا بمداخلة أرض زبلون وأرض نفتلين طريق البحر عبر الجليل طريق أمم والجالسون في ضلاء الموت أضاء النور اللي كانوا في الجحيم أضاء لهم النور لما يسوع سام الروح ونزل أضاء الظلمة وأطلق المأسورين وأيضا في يسوع شو حكا أم اجتمعتك أنا أخي نزار أه تفضلي لما يسوع حكا إن كان أعمى يقود أعمى فيسقط الإثنان في حفرة كلاهما يفسر إذن سيروا مدام لكم سيروا في نور مدام لكم النور نعم فالمقصود هو أية شركة لنور مع الظلمة يا أخ نزار نعم وأية خلقة للبر مع الإثم نعم وأية اتفاق للمسيح مع بلعان نعم وأية نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأية موافقة لهيكة لله مع الأوسان إنكم أنتم هيكل الله الحي صح إحنا هيكل الله أكيد إحنا في إلا نور وإن شاء الله يرابب نضل في النور وصلينا يا أخ نزار ربنا يباركك ربنا يباركك يا أخي مريم شكرا كتير على المداخلة الحلوة ربنا يباركك بس خليني أوضح يا أخت مريم الآية الأولى اللي هي بتتنبأ عن أرض زبلون وأرض نفتلين هي هاي النبوة موجودة في الإصحاح التاسع من الشعياء أول ثلاث آيات بيتنبأ النبي الشعياء وهو في العصر الدهبي في أيام حزقية عن مجيء مملكة آشور هذه المملكة مملكة آشور رح توخذ الأصباط الإسرائيل العشر الأصباط الشمالية إلى السبي الأشور وفعلا تم سنة 722 قبل الميلاد وهاي النبوة تمت في مجيء المسيح لما الملاك بشر القديسة مريم العذراء في الناصرة بأعظم بشارة هي تابعة لنفس الأرض الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله تتميم هذه النبوة أكتر هي في منطقة كفر نحوم في إنجيل متى الإسحاح الرابع البشير متى بيقتبس بالزبط نفس الآيات طريق البحر فيا مارس هذا الطريق اللي بيربط أرض ما بين النهرين أشور قديما أو العراق اليوم إلى مصر وكان بيمر بأرض فلسطين اللي هي فيا مارس طريق البحر وهذا الطريق بالزبط بيمشي جنب كفر نحوم واحدة من أسماء كفر نحوم تلحوم أو تخوم اللي هي كانت حدود بين الجليل وبين الجلان وهي عند بحيرة طبرية يعني نبوة بالزبط فيه جليل الأمم وفيه جليل اليهود اللي هي كفر نحوم فبقول في هذه النبوة الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور فإذن هاي الأصباط اللي شافت الظلمة والسبي وطبعا تعيش في السبي والضرب والبهدل هي هاي الأصباط اللي شافت نور المسيح ولسيما خدمة نور المسيح في منطقة كفر نحوم وحول بحيرة طبرية كان بمثابة إعلانات لنوره العجيب فهذا هو التفسير أرض زبلون وأرض نفتالي أختي مريم خليني أخذ مكالمة تانية أنت معي على الهواء تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا يا عبيك العافية السلام أهلا 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 أخي عباس يا أهلا بيك حبيبي تعيشي حبيبي أهلا وسهلا بيك يا أخي عباس تفضل الله يحفظك واشكر للقائدين على القناة القناة الحياة كلهم من صغيرهم إلى شبيرهم تريشي حبيبي عشاء الله يحفظكم كلكم من كل شر شكرا استعالي إذا تكرمت في آية قرآنية تقول وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها هذه واحدة بعدين شكرا كلمة الله طيب أنا مش عارف راح الخط طيب أهلا وسهلا أخوي أنك ترجعت مرتين للأخ من السودان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أخوي تفضل طيب شكله اليوم مش عم تزبط الخطوط خلينا نأخذ فاصل قصير وبرجع مرة تانية حتى استكمل الحديث ابقوا معي بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا امي ما تفضلي اوكي رحل الخط مرة ثانية طيب اخوتي واخواتي هذا الموضوع موضوع النور موضوع الظلمة مثل ما ذكرت هو من بداية الايام من اللحظة الاولى اول جملة يعني طبعا الله ناطق بس اول جملة نطق فيها يعني من بعد خلق السموات والارض بقول الكتاب في البدء خلق الله السموات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وروح الرب يرف على وجه المياه وبيكمل بقول في اية ثلاثة وقال الله ليكن نور فكان نور هذا النور طبعا نور الخليقة يعني وفصل الله بين النور والظلمة وفصل بين مياه ومياه ايضا في العهد الجديد شو بقول الكتاب الذين فيهم الى هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله بنور الخلاص شو بقول لان الله الذي قال ان يشرق مثل ما اشرق في نور الخليقة هو نور الخلاص الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح لما بتنظر لوجه يسوع المسيح بالايمان وما فعل يسوع المسيح لابد ان تحصل على الخلاص وهذا الشيء المزهل انه كم كلف هذا الخلاص كلفت دم المسيح ومع كل هذا فالكتاب يدعونا ان نأخذ هذا الخلاص ببساطة فمثلا في سفر اشعياء يقول التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاس الارض لاني انا الله وليس اخر تصور الكتاب يقول التفت لكن هذه الالتفات هي بالايمان التفت بالايمان وارى يسوع المسلوب المرسوم امام عيومنا وننظر الى هذا الرئيس رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح لما بنظر اليه وارى وارى وجه المسيح لابد ان اتغير فعلا لابد ان ينعكس هذا النور على حياتي لكي اصبح نور المسيح في هذا العالم نضيء كأنوار طبعا في هذا العالم في وسط جيل معوج فهذا هو عمل الهي لكن يطلب بساطة بالطلب يقول التفت او كما قال يسوع في انجيل يحن اصحاح 3 والآية 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية تصور عم بياخد قصة في العهد القديم من سفر العدد لما فعلا اتواقحوا ضد الله واستهتروا بالرب والله ارسل حيات لاذغة لاذعة وكانت تموت الناس فالله ارسل ارسل طبعا موسى لانه انصرخوا قالوا حط الراية النحاسية كل من ينظر الى هذه الراية اللي كانت ترمز ليسوع المسيح كل من ينظر يحيا فتصور انت لما بتنظر ليسوع المسيح تحيا لان الكتاب يقول كل من يدعو باسم الرب يسوع يخلص فانا هاي صلاة اليوم انه فعلا تخلص من خلال عمل يسوع المسيح خليني ارجع اخد المكالمة مرة تانية من ام عماد اهلا وسهلا ام عماد ات معنا على الهواء اهلا اهلا ام عماد اتفضل ات معنا على الهواء اهلا اهلا اخي نظار ربنا معاك وي باركك اهلا سهلا اهلا اهلا اخليك انا بصراحة عايزة بس اعمل مداخلة عايزة بس صوتي يوصل للقنات كلها عن طريق قناتكم اهلا الحقيقة لما بسمع اي اي اخ مسلم يعني يعني المداخلة ويقول اي نقال المسيح انا هو الله عبدوني وكده انا بس نفسي في حاجة واحدة يعني لو اي مقدم برامج في اي قناة مسيحية قال اللي بيكلمه الاخ المطلم ده ان فيه ستمائة سنة ستمائة سنة قبل قبل الاسلام ما ييجي ستمائة سنة الناس سافت وعينت وعاشت الاحداث ذي كلها وبعد كده ييجي بعد ستمائة سنة يقولهم لا صلبة ولا ولا شبها لهم ومش عارف ايه وما قتلوه وما صلبوه نعم اه فانا نفسي بصراحة اي مقدم برامج لما يدخلوا حد من الاخوة المسلمين وبدل ما يضيع وقتنا يقولوا على طول ده في ستمائة سنة كل الناس سافت وعينت وعافت ستمائة سنة قبل الاسلام ما يجيش الاسلام بعد المدة دخل لها وينغيها بكلمتين نعم اوكي يعني معايا يا اخ يا اخ نظار انا فاهم عليك ام عماد رسالتك وصلت يعني احنا من هذا البرنامج دايما منعالج هذه الموضوعات موضوع الصلب والقيامة ولهوت المسيح وطبعا طبعا منجيب الادلة وكل هذه الامور لكن انا بشكرك من كل قلبي وربنا يعني وصل ندائك للجميع لان اي لان اي اخ مسلم بيدخل مش واخد باله خالص يعني عقله ما لغي ان فيه ستمائة سنة قبل دينه ما ييجي كان فيه ستمائة سنة المسيحية منتشرة في العالم وقتها انا انا فاهم عليك تبتعني عن الدلائل طبعا طبعا الدلائل لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى طبعا شكرا كتير ربنا معاك وربنا يكمل على خير الرب يباركك ام عماد شكرا كتير كتير على هالمداخلة ربنا يباركك وكمان بحب اعتذر لكل الاخوة والاخوات يمكن اللي حاولوا لكن صوتك او صوتك ما ما وصل الظاهر اليوم كان عنا في مشاكل فنية لكن من فضلك يعني ما تتردد تواصل معنا فيك تفوت كمان على الفيسبوك اونلاين فيك تشاهد هذه الحلقة وفعلا اذا فيه اسئلة على قلبك بتحب تشارك فيها فيه مداخلة ومثل ما بذكر دائما ان هاي التساؤلات اللي انت بتبعتها وهي على قلبك احنا منحب نعالجها من خلال الشاشة من خلال بث المباشر او حتى صفحة الفيسبوك نرد على هذه التساؤلات لكن انا عاوز اقول لك اليوم بكل صراحة عندما جاء النور الكامل النور الحقيقي فهل تتبع اي ظلال او اوهام انا بدعوك اليوم الى شخص يسوع المسيح اللي عنده القدرة قادر ان يفتح العيون شوف سأله الم يقدر هذا الذي فتح عيني الاعمى ان يجعل هذا ايضا لا يموت نعم فتح عيون الاعمى واقام العازر المية بعد اربعة ايام وفعلا اثبت انه القادر القادر على كل شيء فانا بدعوك اليوم اذا عندك شكوك تعال اقرأ كلمة الرب مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيله بصلي من كل قلب تختبر محبة المسيح نور المسيح وخلاص المسيح الرب يباركك الى اللقاء اشتركوا في القناة